نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخنات في حالات اختناق للمواطنين أوضح المركز أنه تم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت هذه الأنباء مشددة على سلامة وجود كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب وأشارت إلى أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل حيث أوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أو الأكسيد الكربون الناتج عن حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء وأهبت وزارة البترول بالمواطنين إلى عدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظا على سلامتهم والاتصال الفوري في حالة الطوارئ على الرقم 129 طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع ترجمة نانسي قنقر